اشتركوا في القناة لله الحمد والمنا كما عتدنا منذ عشرات السنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله نحل كل المشكلات نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله حتى نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهور عبر الشاشة يمكنكم التواصل معنا عبر سائل اسم اس أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات الماضية ومنذ بداية الشهر الكريم ونهايته استعرضنا مع حضراتكم الحمل خارج الرحم وعدت حضراتكم أنه هنجيب فيديوهات للتعامل مع الحمل خارج الرحم من خلال جراحة المنظار وعرضنا لحضراتكم فيديو تخيلي كده لكيف تستقصى الأنبوبة بالمنظار فوجئت في وانا بحضر الفيديوهات دي ان الحلقة السابقة احد السيدات اللي بتتصل انها بتاخد وسيلة لمنع الحمل مشهور عنها انها بتعمل لخبطة في الدورة ومحدش ايه لها ومشهور عنها النسبة فشالها عالية وممكن حدوث الحمل معها ومحدش ايه لها انها بتتساءل وانا بينزل عليها لدم ليه وبعدين قالت هو انا ممكن انا بقى حامل هو انا ممكن يبقى عندي حمل خارج الرحم فالحقيقة حسيت بتقصير ان احنا لم نصل الى ان نقول الاسباب كاملة او الناس لسه ما وعدش اسباب الحمل خارج الرحم او فيه اسباب ما وضحناهاش بتوضيح جيد فهناجل الفيديوهات الى الحلقات القادمة وفي هذه الحلقة سنستعرض مع حضراتكم اسباب الحمل خارج الرحم مرة اخر الحمل خارج الرحم هو حدوث الحمل في اي منطقة خارج تجويف الرحم الطبيعي 98% او اكتر من حالات الحمل خارج الرحم هي حمل في الانبوبة وبالتالي معظم حالات الحمل خارج الرحم تعرف بانها حمل في قناة فالوب الاسباب الرئيسية الست اللي حصلها حمل خارج الرحم معناها ان عندها عيب ما في قناة فالوب هذا العيب قد يكون عيب خلقي هي مخلوقة بي او مكتسب نتيجة لمرض حصل لها هذه الاسباب اللي في قناة فالوب ياما فيه ضيق ياما فيه التهاب ياما فيه التساقات يا إما في حاجة تحجم حركة أهداب قناة فلوب أو حركة ده بالاختصار الشديد سنستعرض ده في صورة أكثر وضوحا في الفيديوهات اللي هنشوفها النهاردة حوري حضراتكو فيديو مش هتكلم فيه ومش هنترجمه اللي بيتكلم على أسباب الحمل خارج الرحم إجمالا ثم فيديو تفصيلي للحمل خارج الرحم هنشوف الفيديو الأولاني حوالي دقيقة وحاجة واربعين ثانية وبعدين نرجع أعلق قبل بداية الفيديو رقم اثنين نشوف الفيديو رقم واحد ده الحمل خارج الرحم ectopic pregnancy ودي أماكنه قد تكون في قناة فلوب في أي منطقة من قناة فلوب أو في المبيض أو في تجويف البطن أو في عنق الرحم كل ده كلام قلناه لكن قلنا أن 98% من الحالات من الحمل خارج الرحم وحمل في الأنبوبة قناة فلوب هي المكان الذي يتم فيه تخصيب البويضة وبعدين البويضة المخصبة المفروض تدفعها أهداب قناة فلوب ناحية تجويف الرحم إذا لم يحدث ده وانزرعت الأنبوبة وانزرعت البويضة المخصبة في الأنبوبة بقى حمل خارج الرحم في الأنبوبة ممكن في المبيض زي ما احنا بنشوف ممكن في البطن ممكن في عنق الرحم في أماكن أخرى كثيرة لكن 98% من الحالات هي عبارة عن في الأنبوبة ولن يكتمل الحمل خارج الرحم لأن الأنبوبة ليست المكان الذي يساع الحمل والحمل خارج الرحم إميرجنسي حالة طارئة وقد تنتهي بوفاة السيدة وقد تودي بحياة سيدات نتيجة لحدوث انفجار للأنبوبة وانزيف داخلي شديد قد يؤدي إلى فقدان حياة السيدة الأسباب زي ما شايفين التهاب ده موجود على شمال الشاشة خلل هرموني اللي موجود في النص زي النوعية الأقراص اللي كانت الست بتسأل عليه جيناتك أب نورماليتي النهاردة هنتكلم عليها بالتفصيل لكن الأسباب الرئيسية لحدوث الحمل خارج الرحم هو أن الستي عندها مشاكل في الأنبوبة اللي حصلها حمل خارج الرحم قبل كده تبقى عرضة أكتر اللي عندها علاقات جنسية متعددة وأمراض تنتقل بالعلاقات الجنسية قد يؤدي لده اللي عاملة جراحة قبل كده في الحوض أو في البطن الستات المدخنات التدخين يزيد جدا من نسب حدوث الحمل خارج الرحم بيلفك انفلاماترو ديزيز التهابات الحوض الستات اللي عاملين حقن مجهري نسبة الحمل خارج الرحم 2% في كل البشر في اللي عاملين حقن مجهري ونقلت الأجنة المخصبة داخل تجويف الرحم 5% منهم يحصل لهم حمل خارج الرحم كل دي حاجات تزيد من نسب الإصابة بالحمل خارج الرحم تقدم عمر السيدة السيدات المتأخرات عن الحمل السيدات اللي بياخدوا تنشيط للتبويد السيدات المدخنات السيدات المستخدمات لللوالب كوسيلة لمنع الحمل أو أقراص من الحمل الهرمونية أو حادية الهرمون التي تصلح مع الرضاعة السبب الأكثر هو التهابات الحوض والأنبيب السبب الأكثر الجراحات السابقة في الحوض أو حالات الحقن المجهري أو الستات اللي بتعاني من تأخر الحمل دول أكثر عرضة للإصابة بالحمل خارج الرحم نرجع من الفيديو ده هعرض لحضراتكم بقى فيديو بيستعرض الأسباب الرئيسية بالتفصيل للحمل خارج الرحم منهم سبب غريب ناس كتير ما تسمعش عنه وبعض الأطباء والأجيال الحديثة من الأطباء لا تسمع عنه عايز أحكي لحضراتكم القصة عشان تعرفوا خطورة استخدام أي علاج أثناء الحمل على مدى الأجيال في ما بين الخمسينات لسبعينات القرن الماضي كانت السيدات اللي بتبقى حوامل وبينزل عليهم نقاط دم وهو ما يعرفه الأطباء بإجهاد منذر من الأدوية اللي بتوصف ليهم كمثبتات كمثبتات للحمل عشان الستات اللي فرحانين وكل شوية دخل عيادة دكتور نيسة تقول لك تبلي مسبت للحمل انت ما بتكتبليش مسبت ليه هو أنا مش محتاجة مسبت ما تديني مسبت بالمناسبة دور المسبتات ده المكتوب في كتب الطب لا دور لها في تثبيت الحمل ودوره الوحيد اللي مكتوب في بعض المراجع عشان تخلص من صداع الست وزنها وطلبها لأدوية فاحنا بنديها حاجة تاخدها في إيدها ويا ماشي لكن ما علينا ما بين خمسينات لسبعينات القرن الماضي كانت السيدات اللي بتعاني من إجهاض منذر والحمل بتاعهم مهدد كانوا بيدوهم نوع من المسبتات اسمه دي اي اس داي اي سايلس تيلبسترول هذا من أنواع هرمون البروجستيرون الاصطناعي الوقت هرمونات البروجستيرون المستخدمة في الحمل بروجستيرون طبيعي هذا البروجستيرون الصناعي كانوا بيدوه عشان يثبت الحمل فالحمل جايز ما يثبتش ويجهد لأن دور المسبتات نوفن الملهاش دور لكن السيدات اللي حملهم اكتمل وكانوا خدوا المسبت ده في أول ثلاث شهور اعتقادا أنه بيثبت الحمل وكانت حوامل فيه أنسة في بنت ولدوا بنات فيهم خلل وتغيرات تشريحية وتشوهات في الجهاز التناسلي يعرف الأطباء بعضهم لأن بقاش ده يعني حاجة متدولة كتير وندرة ومش كتير من الأطباء يسمعوا عنها الأجيال الحديثة من الأطباء يحصل حاجة اسمها تي شيب ديوترا سأل الرحم على شكل حرف تي وضيق في قنوات فالوب فالستات اللي استخدموا المادة دي دايثالبستيربسترول كمثبت للحمل لما ولدوا بنات ولدوا بنات عندهم خلل في الجهاز التناسلي يخلهم عرضة أكتر ليل إصابة بالحمل خارج الرحم طب حضرك بتقول اكتشفنا الكلام ده وقفنا استخدام المادة دي من سبعينات القرن الماضي يعني أصغر وحدة ممكن تبقى اتعرضت للمادة دي وهي جنين في بطن أمها عمرها الوقت فوق 40 سنة فدي مش في سن الحمل آه بس اكتشفنا إن حفيذات الستات دول يعني فيه ست في نهاية الستينات من القرن الماضي كانت حامل وكان عندها إجهاض فدوها ضيق سالستيربسترول فولدت أنثة الأنثة دي عرضة لتشوهات تشريحية في تجويف الرحم والأنبيب بتاعتها الست دي كان عمرها تل عشرين سنة سنة تسعين وحملت وولدت وبنتها دلوقتي عمرها حاجة وعشرين سنة بعض حفيدات السيدات اللي استخدموا المادة دي اللي أوقف استخدامها من أكتر من 40 سنة ما زالوا يعانيوا من تشوهات في الجهاز التناسلي يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالحمل خارج الرحم وهذا يوضع خطورة استخدام أي مادة كيموية أو علاجية في الفترات الأولى من الحمل وفي الأسابيع الأولى من الحمل وهذا ما سيوثقه الفيديو اللي حنشوفه اللي بيستعرض الأسباب الرئيسية للحمل خارج الرحم وحتفرد في الزميلة الطبيبة اللي بتشرح ده فترة طويلة للحديث على الضيئة الستلبسترول وتأثيراته السلبية التي ما زالت نعاني منها حتى الآن صحيح بنسبة وسيطة لكن بعد 40 سنة من إيقاف الدواء ما زال يؤثر ويحدث تشوهات في الجهاز التناسلي لبعض السيدات وحنستعرض أسباب أخرى للحمل خارج الرحم ونشوف الفيديو سريعاً أسباب الرئيسية للإصابة بالحمل خارج الرحم كان ده تجميع لأسباب الحمل خارج الرحم ونترك الفيديو لحضراتكم بدون تعليق وسأجمل هذه الأسباب كلها في جمل متتالية ولكن أستأذر حضراتكم بعد فاصل قصير فاصل وبعد الفاصل نواصل الحديث عن أسباب الحمل خارج الرحم حالة الحمل خارج الرحم هي حالات يحدث فيها الحمل خارج التجويف الطبيعي للرحم معظم الحالات هي في الأنابيب نتيجة لخلل في قنوات فلوب هي معظم الأسباب الأسباب الرئيسية اللي استعرضها الفيديو لحضراتكم هو التهابات الحوض وهو ما يعرف ببلفك انفلاماتوري ديزيز وجود مخاطف الأنابيب بسبب هذه الالتبات وجود التساقات في الحوض بسبب هذه الالتهابات أو بسبب جراحة سابقة السيدات اللي تعاني من تأخر الحمل أو بتستخدم أدوال تنشيط طبويد أو عندها ضعفة في الطبويد أو التي تستخدم علاجات هرمونية معظمها أقراص مانع الحمل التي تصلح مع الرضاعة أو اللوالب كل دول عرضة بنسبة أعلى للإصابة بالحمل خارج الرحم مرض البطانة المهاجرة يزيد من نسب الإصابة بالحمل خارج الرحم التدخين والحمل خارج الرحم اللي حدث سابقا تبقى الست عرضة أكتر دي أكتر أسباب الحمل خارج الرحم والنهاردة قلنا لكم سبب كان كتير من الأطباء ما يعرفوش حتى ونادر وابتدى يختفي وهو استخدام الدي أس وهذا بيوضح خطورة استخدام أي مادة أثناء الحمل خاصة في الأيام الأولى من الحمل حماكم الله ورعاكم في الحلقة القادمة سنستعرض الكيفية التعامل مع الحمل خارج الرحم بجراحة المنظار وفيديوهات مشوقة جدا انتظرونا على مدى الحلقات القادمة في فيديوهات رائعة جدا لكن سريعا عشان نتأخرش حضراتكم ناخد أول اتصال تليفوني معنا تفضلوا هلو ايه يا بفضل ايه يا دكتور في كل سنة وحضرتك الطيب وانتي بالصحة وكل سلامة تفضلي لو سمحت يا دكتور أنا كنت متابعة محضرتك في العيادة آخر زيارة راجلية كانت يوم 17.04 أنا كنت واضع كرس علاج بتاع التكاييس المبايد لأن أنا مريضة التكاييس المبايد آخر تحاليل عملتها كانت أرقامها لـ FSH 8 و2 والـ LH 6 كويس وتحليل المغزون بتاعي 1 و 26 أنا دلوقتي آخر المرة عند حضرتك أقول كل إيه أنصب بوقت اللي انتي تاخذي فيه التنشيط بعد كرس العلاج اللي أختيه 3 شهور كويس أنا التنشيط ما قادرتش أخذ الشهر اللي فات ولا الشهر ده هل أنا دلوقتي لو أعدت فترة ما أخذش التنشيط هل ممكن بيحصل خلل في الهربونات تاني وأرجع عيدت مثلا العلاج من تاني وقعد برشام أنا الحمل تاني والحاجات دي ولا عادي الإجابة نعم أيوة ممكن وارد ويحدث هذا الخلل ونسبة تكراره عالية لأن التحاليل بتاع حضرتك دي دي مش تحاليلك ومش طبيعتك وما هياش طبيعة جسمك دي أثر العلاجات والأثر العلاجي للأدوية الهرمونية المكسفة اللي حضرك استخدمتيها بيستمر لمدة شهر 2 أقصى 3-4 شهور بعديها بيروح أثره ويعود الخلل الهرموني اللي موجود لما كان عليه تماما يعني أنا فرصتي دلوقتي إن أنا أخذ التنشيط في الشهر ده وممكن طبعا ما يباش مجد كل شهر بنتأخره وكل ما بيقلل جدوى عملية التنشيط لأن الجدوى والفاعلية الأعلى للتنشيط بعد ضبط الهرمونات إذا مر فترة بعد ضبط الهرمونات أثر العلاج اللي زبطها حيبتدي يقل وبالتالي تبطيق الهرمونات يحصل فيها خلل تاني وبالتالي استجابة الموبيض تبقى أقل طب سمحت دكتور أنا عندي فيه أعراض حاسة بيها مش عارفة إذا كانت دي أعراض تخص دكتور النساء أو دكتور البطمة بس أنا بحس دايما بيجيلي يعني الصرف الآن بيجيلي إسهال جود مستفر يستمر معي شهرين في خلال الشهرين دول دايما بحس بقلم شديد في منطقة أسفل البط أولا حضرتك مريضة تكييس فما تحطى على علاج اسمه الميتفورمين اللي هو البلوكوفاج أو السيدوفاج وده من أعراضه الجانبية الإسهال نمرة اتنين مرضى تكييس المبايد خاصة الدرجات الشديدة خاصة التي أهمل علاجها لسنوات 25% منهم على الأقل بيحدث ليهم واحد من مضاعفات المرض إنه ينشأ ليهم مرض آخر اسمه البطانة المهاجرة ومن أعراض البطانة المهاجرة إن يحصل خلل في عملية انقباضات الأمعاء والإخراج ونوبات من الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ مع آلام في الحوض ولكن للأسف إن هذا المرض لا يمكن اكتشافه ولا يمكن تحديده ولا تشخيصه ألا بمنزار عشان كده السيدات اللي عندهم تكييس مبايد المفروض يتحطوا على خطة علاجية ثم بعد كده ياخدوا تنشيط للطبويد فإذا لم يحدث استجابة وما حصلش حملة على تنشيط طبويد يبقى نروح للمنزار عشان نكتشف في مشكلة حصلت من أثر إهمال علاج التكييس لسنوات ولا لأ فهي دي الخطوات ده سلم تصعودي لازم نمشي إحنا مشينا خطوة وبعدين وقفين فبالتالي ما بنتقدمش سمحت يا دكتور أنا في آخر أيام ده آخر يوم في الدورة بينزلي دم لونه أسود طيب السيدات دائما مهتمات بأنهم يبلغوا ده كثرة النساء درجات الألوان اللي بتجيد السيدات استخدامها وبنسمع العجيب من الألفاظ اللي إحنا كرجال عموما وكذا كترة ما بنتهمهاش أصداد فوشي أصداد فاتع أصداد لون غسيل اللحمة أصداد لون شربات الوردة أصداد خفيف أصداد غامق أصداد بني أصداد محمر أصداد الحقيقة معظم هذه الألوان لا قيمة لها على الإطلاق طيب ماشي يعني أصداد حضرتك المرأة أصداد تقولت أن عندها انتهابات في الحب تنتهي الدورة بدم لونه غامق يعني يعني لنت من كده ألو هو أنا مش فاكر أن أنا قلت كده الحقيقة فمش أقدر أعلق يعني هو الدم اللونه غامق في بداية ونهاية الدورة ده تلأ أغلب عرض مرتبط بالبطانة المهاجرة أكثر منه من انتهابات الحب لكن عموما هذا أو ذاك هذا لا يكتشف ألا منظار والمنظار لا داعي له الآن والآن يعني حضرتك عملا تفكري في اللي يتم بعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة اللي يتم الآن يجب عمل تنشيط طبويد هو ده اللي ما بتعملهوش مرأ دكتور أنا حصل الظروف وجوزي سافر فما أقدرت شهر التنشيط ومش عارف أرجع أنت عشان كده أقلت فتصلت بحضرتك عشان ما عارف إذا كان أثار العلاج ممكن تروح بعد شهر أو اثنين ألا أفضلتها بقولتلي لأنا عايزا ممكن تروح أهو أثار العلاج أثار العلاج أنا بقولك هو من دلوقتي لا أعلم الغيب لكن ده المتوقع ده الأغلب أثار العلاج حيمتد لحد شهر سبعة شهر تمانية بعد يوم حلاقيك بتتصل بيوتوا ليه على فكرة دورة رجعت تأخر تاني أيها أنا أولا المفروض كنت أخذ التنشيط من شهر البعض هل ده تاني شهر اليوم يا رب خير إن شاء الله يلا بإذن الله خيرا المشكلة في تكايس المبايد يجب أن يعلم الجميع أنه مرض مزمن يعني إيه مرض مزمن يعني مرض لا شفاء منه يعني إيه مرض لا شفاء منه يعني مرض يجب أن يكون علاجه مستمر والمشكلة التانية اللي الناس مش قادرة تدركها وتتفهمها أن المرض ده عبارة عن خلل هرموني فإحنا بندي علاجات مستمرة لضبط هذا الخلل والخلل ده بيتضبط تمام لكن في جزء تاني من المرض إن هذا الخلل الهرموني بيحدث ضعف في أداء المبيض وعدم حدوث طبويد فلازم يبقى فيه خطوتين علاج لازم فيه مرحلتين لازم تعامل على درجتين واحد ضبط الهرمونات ولما تنضبط لازم فيه مرحلة رقم اثنين وهي تنشيط الطبويد بعض الحالات النادرة لما بتكون الدرجات بسيطة مجرد ضبط الهرمونات والخطوة رقم واحد تسمح للمبيض إنه هو يعمل لكن دي درجات بسيطة وحالات ندرة شوية لكن بتشوفها لكن الأغلب منها سنحتاج لتنشيط للطبويد وتنشيط مكثف لأن المرض اللي بيقى مزمن ومؤثر تأثيرات على مدى سنوات على أقل حياخد أسابيع أو شهور عشان يعالج وأول ما نبتدي ناخد تنشيط طبويد أداء المبيض بيبقى مش مثالي أول شهر بيبقى ضعيف وتاني شهر بيتحسن تالت شهر بيتوقع أن يوصل إلى الجرعة المزبوطة والأداء المثالي للمبيض لكن إحنا ما عملناش كده فإحنا الوقت محلك سر معنا اتصال تليفوني آخر تفضلوا تفضلوا آي تفضلوا آيه فن تفضلي تفضلي تكلمي حضرتك على الهوى وأحنا سمعينك تفضلي رحمين عندك رحمين أيوة ولا رحم ذو قرنين لا رحمين والرحمين بعنق رحم واحد ولا رحمين باثنين عنق لا كل اتنين عنق يعني كل رحم يعني يعني أنهم منفصلين تماما كل واحد فيهم رحم بجسم مكتمل وعنق رحم منفصل موجود في المهبة لما دكتور نيسا بيبص بيشوف اتنين عنق رحم فتحتين لعنق رحم هو كل الصوت بينقطع الصوت بيضيع الصوت بيروح يعني طيب حاولي تتصل بينا تاني وتبقي محضرة بقى إجابة للأسئلة دي دول رحمين باثنين عنق رحم ها بفتحتين في المهبل والمشكلة اللي انت عايزة تحكي عنها ايه بعيدا عن ده ده نوع من الاختلالات الرحمية الأطباء يعرفوا ده اسمه يوترس دايدلفس رحم المزدوك تماما في عنقين رحم وجسمين رحم وكل رحم فيهم متصل بقناة فلوب مختلفة تماما كأنهم رحمين بتوع اتنين سيدات تتواجدوا جنب بعض فيه سيدة واحدة طبعا فيه أنواع أخرى يبقى رحمين بعنق رحم واحد وفيه رحم واحد ذو قرنين وفيه رحم واحد وفيه حاجز رحمي وفيه رحم واحد وفيه حاجز رحمي غير مكتمل أو جزء منه موجود وفيه أركوتيوترس اللي هو الرحم المنغمد فيه أعلى اللي على شكل قلب وفيه الرحم ذو قرن واحد وكل دي أنواع من الاختلالات التشريحية للرحم حد مرة كانت تصل بيه وقال لي عايزينك تجيب لنا وجبت صور ليه ويمكن فيديو أنا عندي فيديو لكن ما عرضتش صور فيديو عرضت صور لأنواع الاختلالات الرحمية دي وكل هذه الأنواع من الاختلالات الرحمية لا تمنع حمل قبل بس ما نتكلم قبل ما أي حد يقول لواحدة بتعندك رحم ذو قرنين هو اللي مانع الحمل لا هذه الأنواع لا تمنع حمل على الإطلاق شوف الجملة واضحة وصريحة وما هياش كمان سبب لإجهاض مبكر لما واحدة تحمل وتجهد في أول أسابيع حمل ما هواش سبب لده هذه الأنواع من الاختلالات الرحمية بيبقى معاها ضعفة في عنق الرحم فقد تسبب إجهاض أو ولادة مبكرة بس إجهاض بعد الشهر الرابع مش في الثلاث شهور الأولى أو بيبقى معاهم نسبة أعلى من الإصابة من مرض البطانة المهاجرة ساعتها البطانة المهاجرة اللي مع الأنواع دي هي اللي سبب في تأخر الحمل معنا اتصال آخر توضع له السلام عليكم وعليكم السلام أنا أدلي 15 سنة متجوزة معي يا بنت ربنا يخليها لك عندها عشر سنين أيوة لا لا سواني سواني حضرتك كالعادة كالعادة أصيتي وما قلتيش الجملة اللي كل الناس بتتعمد أو بيقولوا مخدناش بلنا إنهم ما يقولوا هاش إن ما حصلش حملة تاني بعد البنت فيما يبدو يعني لسه حضرتك ما قلتيش كده أيوة أيوة ما حصلش حملة تاني الجملة اللي دايما ما بتقوله هاش تعمم؟ من بعد البنت من بعد البنت ما حصلش حملة تاني وبرضو حضرتك زي كل مريضاتنا عايزة تقفزي فوق التاريخ المرضي اللي بقاله 19 سنين وتقولي وعملت منظار من 3 أسابيع من 3 شهر عايزة أقولك عليه أو عملت حقن مجهري من 6 شهور فين التاريخ المرضي التسع سنين دول زوجك معاكي روحتي لدكاترة كشفتي قالوا إيه قالوا إيه بعيدا عن كلمة اللي بيقولوها دكاترة في حتة معينة دي حالتك النفسية وبطل يتفكري في الموضوع ده وهو هيحصل بلاش الكلام ده علشان بيرفع ضغطي تمام؟ قالوا إيه أسباب علمية لتأخر الحمل ثم لما اتعمل منظار قالوا لحضرتك محتاجة تعملي منظار ليه ولقوا في المنظار إيه والمنظار ده لو سي دي أو فيديو ولا لأ أهل لأنه لو ملوش أكنه لم يجرى أنا عايز بقى إجابات على الأسئلة دي التسع سنين حصل فيهم إيه زوجك معاكي طوال التسع سنوات كويس يبقى فيه فترة قالوا لكم إن السبب في تأخر الحمل لتحليل الزوج وقالوا ل أنت محتاج تعمل عملية دوالي وعمل عملية الدوالي وبعديها تحسن ومع ذلك ما حصلش حمل ما حصلش حمل فهذا يدل إن الكلام اللي هما كانوا بيقولوه قبل ما يعمل العملية إن هو السبب يبقى كلامهم ده مش مصبوط لا تروحت عندي دكتور جال لي ما عنديكيش أي حاجة وإداني الرشدة فاضية جال لي المشكلة في جوزكسان داني علاج للتهابات بس وجال لي تعمل حقنا مشوهة نسبة 50% بس اعتقدت كده أنا ما عنديش أي حاجة روحت عندي دكتور ثاني عملت حليل الـ TSH وطلع عالي داني علاج فيروكسين والحمد لات الوقت نزل كويس ده مهم جداً إنك تاخدي علاج للغدة الدرقية وإنها تنضبط بس مهم أكتر إن محدش يفهمك إن ده سبب رئيس المنع الحمل وإن هي دي اللي منع الحمل وإنك مجرد ما تضبطي الغدة حيحصل حمل حلو جداً يبقى أنا طوال السنوات دي محدش أجرى لي تحليل مخزون المبيض من البويضات وسبوني لما حد افتكره لما الدكتورة بتدت تتكلم وبتدى يشتهر التحليل ده وأنا سني قرب من 35 سنة فعملت التحليل فقالوا لي إيه الحقي ده التحليل قليل طب كنته فين يا جماعة وهو كان قليل حاجة بسيطة طب كنته فين وهو بيقل طب كنته فين وهو متوسط أهملت هذه السنوات وقل على بدا هذه السنوات فأصبح قليل جداً عملت 2018 كان واحد بسعة من عشرة عملت متش دلوقت نعملها للتسم عديل من سنة 24 طوله عديل من سنة 18 والدول الكثير طبعاً يا مدام يا ستة كل حضرتك عقل تناضج وفاهمه وتتكلمي كويس واحد من التحليلين غلط اللي واحد وستة من عشرة سنة 2018 أو اللي تمانية من عشرة واحد منهم غلط لأن دول ما يركبوش أنه يقل النص في خلال هذه المدة واحد منهم غلط يا إما الأولاني اللي غلط فعمانة ودنا اطمئنان زائف ونمنى في الضرى ولا فارق معانا وهو كان قليل لأن ده محتاج معمل كويس وأنا عملته في معمل حدانة جنبينا في حطة قريبة مننا كاتبين عليه يفطت أنه معمل وده محتاج معمل هرمونات متطور جدا وبالتالي اللي انطباعي الأولاني كان غلط أو الجديد هو اللي غلط أنا تحليلي كويس أنا تحليلي حيطلع واحد وربع واحد ونص وده معقول لكن تمانية من عشرة دي اللي غلط لكن طبعا اللي بتحكيه بيقول إن السيناريو إن المخزون قليل وإن الأولاني اللي ادنا اطمئنان لما حد طلبه في 2018 وقال ما عندكيش حاجة كان هو اللي مش مظبوط وكان يتعين على الدكتور اللي شاف إن التحليل واحد وتمانية من عشرة والواحد وستة من عشرة وقالك ده كويس إنه يعمل لحضريك سونار مهبلي ويعمل فيه عد لجريبات البويضات داخل المبيض فإذا لقاها قليلة يعرف إن التحليل ده مش صادق ما علينا عملت المنظار بقى لقوا إيه الدكتور جل ما عندكيش السبب بيكاني مني عن حمل تمام هل المنظار ده مدعم بفيديو؟ أنا بقيت للصور أيه بقيت للصور لا مش الصور مش الصور الفيديو بقيت للصور صور حضرتك شايفاني دلوقتي في التلفزيون؟ أيه شايفاني تقدري تعرفي من الصورة بتاعتي إيدي بتتحرك ولا فقد قدرتها على الحركة؟ لا لا لازم يبقى حد يبعث لك فيديو ليا فتشوفي إيدي بتتحرك فتعرفي إن إيدي دي سليمة بس دكتور نورم فيك تشوهات في الحالة 100% عملنا تحليل لسه برض من شهر ثلاث تشوهات 100% وبالتالي قالوا لكم بقى المفروض تعملوا إيه؟ لا الدكتور راح جزر حانجي دكتور تدخلك قاسد وحمده وده مكتفين وده خدا منها يا أمي ما أنتو بقى لكم تسع سنين بياخد علاجات والنتيجة إنه ما بيحصلش تحسنات ولا حصل حمل ولا أي شيء فات يبقى برضو نديهم ودننا وأنا المخزون عمال يقل الوقتي المخزون بيقل وما حصلش حمل طول عمري إلا مرة واحدة وبقالي 14 سنين بسمع كلامك وباخد علاجات وما فيش نتيجة والستات والجارات والإخوات والخالات عمالين يعيبوا علي عشان يقولي إن خلفتي بنت واحدة وإن أنا خلفتي بنات وده كلام بيدايقني تمام؟ إيه بقى الخطوة اللي مفروض نعملها لما تتجمع العوامل دي تحليل زوج سيء لا يتحسن التشوهات 100% سني كبر مخزوني من البوايضات قليل تفتكري إيه اللي يتعمل؟ يا دكتور دكتور نسا جال بالنسبة للجوزي كده التشوهات ده هتتعالج لا يمكن هتجاوه حضرتك متخيلة إن التشوهات المية في المية إن شاء الله حياخد علاج وحتقل تبقى 50% ما هو جال كده الدكتور ده لا تعليق أنا بسأل حضرتك تفتكري فكري كده معايا لما يبقى بقالي 9 سنين بيقولولي هيحصل تحسن وحيحصل حمل بكرة بصي الكلام اللي أنا بقوله ده قولي لي سمعتيه كم مرة أنت حتيجي حمل الشهر الجاي أنت كويسة خالص أنت ما عندكيش حاجة ده أنت تقدري تحملي في توقم طمام؟ أنت بس بتفكري في الموضوع كتير الموضوع مسألة وقت سيبيها بس على الله تمام؟ ونعمة بالله ايه بقى الكلام ده سمعتيه كم مرة؟ كتير يا دخوة حيلو كم مرة صدق هذا الكلام؟ كتير ده لا مش هيه مش هيه كم مرة صدق هذا الكلام؟ ما فيش حاجة ولا مرة ها؟ يبقى المؤمن كيس فطن ما يتخدحش كده على طول ما بقاش مسلمهم ودني والمخزون عمال يقل وما بيحصلش حمل نجد علي فرجات مبارح بوني أنا اتكارت الدورة عشان أدلها لسة عشرين يوم والحد اللي أبدو النهاردة ما فيش حاجة يا رب بيكون حصل حمل زي منتي متخيلة يا رب يا رب وإذا طلع ما حصلش حضرتك لما يبقى بقالي عشر سنين ما حصلش حمل خالص وبيقولولي بيطمنوني بالكذب وبيقولولي تحليل جزك حيتحسن وما بيتحسنش والكلام اللي قالهولي إن التحليله حيبقى كويس قالهولي قبل كده عشرين مرة وما فيش ولا مرة تغير لا فيه رحت مرة قالولي ده بقى كويس بس ده كلام بق لأن المرة اللي بعدها قالولي ده وحش تمام وبيقولولي ما عنديكيش حاجة واتضح إن أنا مخزوني قليل وعملولي منذار وقالولي ما عنديكيش حاجة اللهم المخزون القليل ده بتعمين طيب إمتى بقى إمتى حنقول إن يجب اللجوء للحقن المجهري إمتى حنقول بس هو الدكتور اللي قال كده ما لدش عليكم ما عجبكمش ما جاش على خطركم سمعتوا الكلام وجوزك قال لك لا 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 حقن المجهري إيه ده ياكل وشنا تعال إم هنروح لحد تاني فالحد التاني ده لما أنتوا دخلتوا عليه قال آه هم المفروض أقول لهم أعملوا حقن المجهري ده حق الله والطب بس لو قلت لهم كده مش هيعجبهم لأن اللي قال لهم كده ما عجبهمش وأنا عايز أعجب أصلا أنا بشتري خطرهم مش بشتري خطر حد أهم منهم فأنا أقول لهم لا 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 العلاج جميل والعلاج حلو والتشوهات المية في المية حتتحسن وتبقى تقل جدا 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 مجرد بس ما ياخد الفوليك أسد لكن التدخين اللي هو بيدخنه مش مهم حد يقوله وقفه والنقعات وسط الناس المدخنين مش مهم والدوالي اللي هو ما عملتها يا دكتور ما عملتها ما هتأثرها مستمر يا أستاذ لكن كل دول ما حدش هيقولهم الحقيقة ليه؟ لأن اللي قال لكم الحقيقة مرة ما عجبش فالناس حتقول لكم الكلام اللي يعجبكم مش الكلام اللي يعجب من أهم منكم سبحانه وتعالى معنا تصال ترفوني آخر نرجو من الله أنكم وضحنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أستاذ محمد جاك يا دكتور الله يكرمك أهلا بيك الله يكرمك لو سمحت يعني بخصوصا عندي بنتي جوزت شهر عشرة أيو وحملت كويس على 35 يوم 40 يوم كده نزل عليها دم أيو وهي حاليا حامل حول شغره شوية برده أي يعني الحامل اللي فات ده انتهى بإجهاض آه أيو أجهضت ولما أجهضت ما أجهضت لما أنتم بقى مش روحتوا للدكاترة قلتولهم أجهضت ليه فقالوا لكم ده عادي ووارد وأول مرة ما حصلش وما بتدورش لما تحصل مرة تمام نعم أنا حافظ الشغل أنا دي آه وبعدين فسيبنا الأمور على ربنا كده وتوكلنا على الله ومن شهر يناير قاعدين مستنيين نسمع أنها حملت تاني فحملت تاني في ظل الأيام المفترجة اللي كانت فاتت دي صح؟ الله يبارك لك الله يبارك لك حصل إيه بقى في الحمل التاني ده اللي هي حامل فيه دلوقتي طيب حضرك بتسألني رأيي في الحمل اللي موجود دلوقتي ده أنا معرفوش مش جهلا مني لأن أنا لا أمتلك تشخيصه اللي يشخص الحمل اللي هي فيه دلوقتي ده كويس ولا لأ هو الآتي واحد تعمل اختبار حمل رقمي في الدم اتنين تعمل سونار مهبلي تلاتة الدكتور اللي بيعمل لها السونار وبيتباعها هيبقى دكتور ناصح وفاهم وواعي أربعة تعيد نفس الخطوات دي بعد فترة تقوم تعيد التحليل حمل الرقم وتشوفه بيزيد ولا لا وتعيد السونار المهبلي أما إذا كان الأربع تحليل اللي اتطلبوا منها وقالوا نظيفة التحليل دي تحليل فيروسات وميكروبات عشان نعرف سبب الإجهاضات إيه؟ فهذه التحليل هي والعدم سواء يعني حد كده يروح اقرلنا كده اقرلنا التحليل ده يا ابن عمي ايه ده تحليل ايه اللي في المعمل ده؟ ده تحليل أجسام مضادة الفيروسات قبل ما تخرج من المعمل أم قطعها تمام؟ لكن هي عشان نتطمن على الحمل نعمل ايه؟ نشوف آخر دورة جات امتى؟ ونقوم عاملين اختبار حمل رقمي ونشوف مستوى هرمون الحمل يناسب المدة دي من الحمل ولا لا؟ اتنين نعمل سونار مهبلي نشوف كيس الحمل ونشوف فيه جنين ونشوف فيه نبضه ونشوف حجمه ونشوف نموه وتطوره تلاتة اللي بيعمل ده يبقى واحد واعي وفاهم ومهتم واخد الموضوع باهتمام وأي سونار من البطن لا قيمة له وبعدين يقوم مديني علاج ويقول لنا انزله وتعالوا بعد ثلاثة أيام بعد أسبوع بعد عشر تيام تبقى لرؤيته لحجم الكيس ومستقى هرمون الحمل يقوم عايد نفس الخطوات ومن المرة التانية يقوم يقول لكم مبروك الحمل ده كويس وكويس جدا وكيس الحمل واضح وبيكبر وبيزيد بمعدل طبيعي هو وهرمون الحمل وظهر جنين وظهر في نبض أو بعد الشر يقول أي حاجة أخرى عكس ذلك والله السؤال ده بالنسبة لي أنا شخصيا عناية فن والله يكرمه هو اتجاه الجهاز العزم يعناية أنا عندي القول انت عبني وخدت له عملت له منظر وعملت شعب السابغة من شهر كله تمام يعني إثابات بسيطة في القولون بس عندي انت خد يمزة الدكتور بتاعي قال لي يروح الدكتور نفساني تمام هو اللي عند حضرتك ده خلل في حركة الأمعاء طالما استبعدنا شيء عضوي واستبعدنا بمنظر ومش عارف ايه فالخلل في حركة الأمعاء وهو ما يوصف بقولون عصبي والقولون العصري واحد من أسبابه الضغوط العصبية والنفسية ومهما دينا علاجات للقولون يجب ان الحالة النفسية والعصبية لهذا البني آدم تهدى عشان القولون ما يحصلش فيه خلال في أداءه فهو ده فكر الدكتور بتاع حضرتك اللي قال لك كده مش معناه ان انت يعني مريض نفسي وعندي مرض لا معناه ان حضرتك ضغوط الحياة اللي منها بنتك اللي مهتم بيها وعمل تفكر فيها وقلقاك وما بتنامش الليل عشان عايز البنت بقى ربنا يكرمها واتطمن عليها والحمل يبقى كويس والمرة اللي فاتت لما سقطت كنا تعشمنا في ربنا وكنا يعني طلعنا سابع سامة لما عرفنا انها حامل وبعدين وقعنا على تضر أبيتنا لما أجهضت وكنا بتدايقين كلنا وده دي حبيبتي وانا شايلها في عنايا وكت طول رمضان عمال بدعي لها في الصلاة ان ربنا يكرمها فكل دي اسمها ضغوط تمام فالضغوط دي محتاجة ان في بني آدم يقدر يتحملها وفي بني آدم ما يتحملهاش تمام وبالتالي البني آدم اللي ما يتحملهاش ده محتاج ان احنا نعمله طريقة لتصريف هذه الضغوط العصبية والنفسية وفي أدوية حتساعده على انه الآثار بتاعت الضغوط دي بتعمل خلل في بعض الهرمونات وتعمل خلل بالتالي في حركة الأمعاء فالعلاج اللي موجه للأمعاء اللي واحده ما ينجحش لازم نهاية بيئة في جسم البني آدم ده تبقى أحسن عشان أداء الأمعاء يبقى إن شاء الله أحسن ولكن ما تنزعجش حضرتك تخدت بنزعج قصة انك كان الدكتور نفساني مش ان حضرتك مريض نفسي ان حضرتك عندك ضغط نفسي ألف سلام عليك وربنا يطمنك على بنتك يا رب اتفضل يا أم محمد يا رسالة وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول لحضركا سيادة أكتر نعم أنا عندي خلسون سنة تمام والدورة الشهرية جتني في شهر سبعة اللي فات سبعة اللي فات من قرب سنة او او ومن شهر سبعة ما جتنيش إلا في رمضان او لما جتني في رمضان من شهر سبعة قطعت وانا افتكرت انها قطعت خالص وقاعدت على كده تسع شهور وبعدين حبك بقى وانا في الشهر الكريم وعايز اصوم كله ام اتنازل علي دم لا بس كل يوم كاي بتنزل نقطة وغمك ايو دموضة أربعة تيام كويس فهذه دورة ولا دا ايه؟ لا في الاغلب دي مش دورة الستات اللي فوق سن تمانية واربعين خمسين سنة وقطع الطنف ست شهور متتالية نقول لهم خلاص الدورة قطعت لما ينزل اي دم بعديها نسمي احنا دا تشخيص عمدنا بوست منيبوزال بليدين اسمه نزيف نزول دم بعد انقطاع الطنف له اسباب كثيرة لكن معظم حالاته خاصة لما تبقى كمية الدم اللي نزله قليلة كده حاجة اسمها أتروفيك اندوميترا من الطنط الرحم تبقى ضامرة جدا فينزل منها نقطة دم بسيطة او ان الست دي عندها مرض برا امراض مثل المشاكل الشديدة اللي في الجهاز التناسولي تعمل دم كتير ومستمر لكن نقطة دم غالبا في ضعف شديد في بطانة الرحم او ان انا ضغطي عالي وما نشواخ دبالي منه فضغطي اللي مش متزبط ده زي ما الناس لدي الطوم عالي ممكن ينزفهم من اخرهم أنزف من تحت او عندي خلل في عوامل التجلط او انزيمات الكبد بتاعتي مش شغلة كويس يعني يبقى في عوامل خارجية طب احنا نعرف منين نعمل للست دي حاجتين واحد تعالي لعيادة امراض نسا اتنين او في عيادة امراض نسا نعمل لها سونار مهبلي نقيم الرحم لازم مهبلي ها نقيم الرحم وبطانته وسمكها والمبيضين واداءهم لقينا فيهم خلل نتكلم في الخلل ده ايه وعلاجه ايه لقينا ما فيهمش خلل نقوم نقيس ضغط الست نستبعد عوامل بره جهاز التناسولي نقيس ضغطها ونعمل لها تحاليل ونقول لها ان ده غالبا يا اما ضمور شديد في بطانة الرحم يا اما ضمور في انسجة المهبل يقوم نزل نقطة الدم بسيطة كده حضرتك الآن وليك حق وشاطرة انك بتسألي وتهتمي لكن الشكوى بتاع حضرتك في الاغلب مش هتخرج عن ده وليست مقلقة طب اذا اتكررت بعد شهرين ثلاثة ناخدها باهتمام اكتر ونعمل تاني نفس الفحوصات طب اذا كل مرة بروح ويطمنوني والموضوع ده عمال يتكرر ست سبع تمن مرات كل شهرين ثلاثة ينزل علي نقطة دم بسيطة نبتدي نتكلم في ان لازم تدخل علاجي طب بقى لي سنة على الموضوع ده سنتين لا 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 ناخده بعين الاهتمام ونهتم اكتر وقد يستدعي لتدخلات جراحية عنيف لكن باللي انت بتقولي ده ان شاء الله مش هبقى فيه مشاكل غير كده معنا اتصال تلفوني اخر تفضل تفضل يا استاذ سعيد يا اهلا شكرا دبطور والله الموضوع كالقاتي انا اعمل حقن مجهري للجوكسي في الكنان داع حالي 38 سنة وربنا رجعنا بولد اه حددكي دخل على الاربعين سنة دخل عدة الاربعين سنة وعايزين نتجرب تاني ان احنا نعمل حقن مجهري يا طرح هينجح ولا لأ ولا السن حيبقى عائق بالنسبة لنا ونعمل ولا ما نعملش تنصحنا بايه اه في حاجة تانية بعد يزن حزرتك اه يعني الحقن ده اللي حواليني يعني كل ما حد ييجي يقول لا لا ما تعملش حقن مجهري ده بيطلع مشوهين انا ابني اه جاله صجبة في القلب لما عملناه وراحنا الدكتور عملناه الصجبة في القلب دوت وعملنا عملية وليسه خرج من المستشفى وقاله بست شهور الف سلام علي ليس السببب يا فندم الحقن المجهري اللي بيقولولكو كده ناس جهلاء في علم امراض نسا وبيفتوا في غير محل علمهم ولا علاقة للحقن المجهري بالتشوهات من قريب او بعيد الحقن المجهري وسيلة ان يحصل حمل لما يحصل حمل يسري عليه ما يسري على اي ست حامل اي ست حامل وارد يحصل له اجهاض بتاع الحقن المجهري وارد يحصل له اجهاض اي ست حامل وارد يحصل له ولاده مبكرة بتاع تحقن المجهري لانه هو حمل هو بس وسيلة انه يعدي بيك خطوة انه ما بيحصلش حمل ادخل من الباب انه بقى تحامل طب ما هي جايز بنت خالد والدتها ولا واحدة معرفتها ولا جارتها تكون جابت عيل وكان عنده ثقب في القلب ايه علاقة ثقب في القلب بالحقن المجهارين ثقب في القلب ده بيحدث تشوهات في الاجنة واردة الحدوث في اللي ارايب واللي مش ارايب واللي عندها سكر واللي ما عندهاش سكر واللي حامل وجزها عنده مشاكل واللي حامل وجزها ما عندهش مشاكل واللي عملت حقن المجهري واللي ما عملتش أي حامل عرضة لتشوهات منها هذا النوع ده كان قدر ربنا ليكم تمام حضراتكم تحمدوا ربنا إنه حاجة بسيطة وإنه ربنا رزقنا بالحقن المجهري اللي ناس بتعملوا كتير وبيفشل فاحنا عملناه ونجح وناس بتعملوا كتير وبييجي بنات مع إن أنا ما بفضلش بنات على ولاد ولا بقول كامل بس فيه ناس بتتمنى الولاد أكتر ده احنا جالنا ولد تمام فربنا كرمنا وحصل وحصل حمل وكمل وكان فيه ولد وش عارف ايه كان فيه سوق في القلب نحمد الله على بابتلانا بيه أنه قدر ولطف فيه ابتلاءه لينا وكان حاجة بسيطة ونقدر نتعامل معها وتعاملنا معها والولد كويس وخرج على قيد الحياة كويس جدا وعايش وقالولنا حيبقى طبيعي ولا أكن فيه حاجة تمام والجهلاء حضراتكم متدهمش ودنكم لأن ما قيل لحضراتكم جاهل لا علاقة للحقن المذهري بزيادة نسبة تشوهات الأجنة وهذا مثبت بكل الفحوصات والإثباتات العلمية بعد الشر عليكم لو قالتوا حقن مجهري تاني وجعيل فيه مشكلة تانية برضو ده ليس بسبب الحقن المجهري بسبب أن ده حمل وارد يحصل فيه مشاكل السؤال بقى اللي حضرتك عايز تسألهلي في الأول ومكسوف نعمل تاني ولا ما نعملش هو فيه نصر للنجاح ولا لأ طبعا وارد طالما إذا كان واضح أن عندكم مشكلة مزمنة ما بيحصلش حمل بدون اللجوء للحقن المجهري وقعدنا سنين وسننا كبر ومش عارف ايه لكن نسب النجاح طبعا لما سنها يكبر ويقرب من الاربعين غير لما كانت تمانية وتلاتين غير لما تبقى خمسة وتلاتين لكن ربنا قادر على كل شيء بس عشان نكلم حضرتكو على نسب واضحة وكلام علمي فيه حاجتين يتعملوا حاجة رقم واحد ستة دي تعمل تحليل لمخزون المبيض من البويضات الحاجة رقم اثنين نروح لمركز الحقن المجهري اللي عملنا عندهم نشكرهم لانهم ساعدونا ووقفوا معانا وعملونا وحمد الله ربنا كرمنا وحصل حمل ونسألهم اداء الست دي ومبيضها وبويضاتها واجنتها كانت في المحاولة اللي فاتت شكلها ايه اللي من سنتين تلاتة فمتوقع لما نعمل المرة دي رأيكم حيبقى ممكن الناس يقولك لا ده المرة اللي فاتت ما طلعتش اللي بويضة واحدة وربنا كرمكو حصل تقصيب وحصل حمل ده انت تحمدوا ربنا غالبا المبيض ده مش هيطلع تاني بعد الشر جايز تقولوا كده وجايز يقول لكم لا ده المرة اللي فاتت دي كانت عكس اللي سنتها 38 سنة طلعت عشر بويضات وكونت خمس اجنة وكانوا كويسين جدا وإحنا نقلنا لها اتنين وحصل حمل في واحد في الست دي يعني موفقة ان شاء الله وفي نسب لحدوث الحمل ما هياش قليلة يبقى نعمل تحليل مخزون وناخده ونروح لمركز الحقن البجهري اللي عملنا عنده نعرض عليهم التحليل الجديد ويعملوا لها سونار وتقييم جديد ونسألهم أداءها المرة اللي فاتت كان ايه ورأيهم ايه تمام ويبقى كده بناخد بالأسباب وبنسمع كلام العلم والعلماء اللي للأسف الشديد لن تتقدم أي دولة إلا باحترام العلم وبتقدير العلماء طبعا يظل الحمل هبى من الله يا هباه لمن يشاء وقت ما يشاء علمه وقدره وطبه فوق طبه وعلم الأطباء لكننا نتحدث عن لكن الله سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب وهذه الأسباب نأخذ بيها وان لما نأخذ بيها ما نسمعش كلام الجهلاء لأن ربنا نفسه سبحانه وتعالى قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أكيد أهل الذكر مش الست محسين جارتها اللي قالت لها الحمد لله الواد تطلع كده وإن بقى ما تعمليش حقن مجهري تاني لحسن العيل بيجون شوهين فنقول لها يا أمو حسين ربي حسين وروح يعملي طبخة لابو حسين وابقي إن صحينا بالطبيخ نطبخه ازاي ما تفتيش في الحقن المجهري يا أمو حسين خليكي في اللي ليكي فيه تمام؟ يقوم كده الناس تتقدم لأن كل واحد بيفتي فيه تخصصه كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا أرجو نكون بالبشرة والمعلومة الطبية الصحيحة جينا انتظرونا في الحلقات القادمة وفيديوهات مبشرة جدا ومزهلة جدا للتعامل مع حالات الحمل خارج الرحم إن شاء الله أجلكم في معادي بلا تأخير بإذن الله تعالى حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل بنا بعد العلم والطب وفوقه قدرة الله وبنا وبنكم يا رب على خير بشرة خير الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبو هتهود ايه الوقت بتحلت فيلم بتحلت